لكن لأنه الأهلي وإحنا بنتكلم على تاريخي يمكن حتى السلسية الأهلوية العميقة والعريقة اللي ذكرها كابت الخطيب كشعار له للمجلس الإدارة منذ انتخابه في الدورة قبل الأخيرة تاريخ مبادئ تطوير المبادئ ديكوا شايفين درجة الحفاظ عليها والقتال من أجلها والتطوير ديكوا شايفين باستمرار لكن التاريخ كتبه عظماء الأهلي واحد ممن كتبه تاريخ كرة القدم في الأهل الحقيقة وكان له مشوار رائع مع الأهل فنيا وإداريا كلاعب وكإداري وكمدرب وشغل كثير من المناصب عليها رحمة الله الكابتن هاني مصطفى كابتن هاني توفاه الله قبل ثلاثة أيام عن عمر نهز الخمسة وسبعين عاما بعد مشوار حافل في العطاء مع النادي الأهلي ومع الكرة المصرية كابتن هاني علي رحمة الله موليد 27 أكتوبر 47 في القاهرة خد باكولوس التربية الرياضية عام 72 حصل على دبلوم الدراسات العليا انضم لفريق ناشئ الأهلي عام 59 تحت 15 سنة ولعب بعد كده في مسيرة طويلة كانت أولى مبارياته مع الاهلي كانت قدام نادي السويس في موسم 64-65 تم اختياره أحسن ظهير في أفريقيا عام 73 حصل على المركز الرابع ضمن أحسن لعيبي أفريقيا عام 73 في استفتاء الفرنس فوتبول وحصل على المركز الثالث في استفتاء الجمهورية لأحسن عشر رياضيين في مصر بعد اعتزاله عام 76 بدأ يلتحق بالعمل في قطاع الناشئين في النادي الأهلي في مدرست الكرة وفي قطاع الناشئين في مختلف الفرع تولى المدير الفني لمنتخب مصر وكانت مسيراته الزهبية الحقيقة في عام 1981 لما قاد منتخب مصر في كأس العالم للناشئين بأستراليا الجيل الزهبي اللي حصل للمركز الخامس واللي قدم للكرة المصرية نخبة من ألمع نجومها لسنوات طويلة جيل كان بقيادة الكابتن طهر أبو زيد الكابتن علامة يهوب الكابتن خالد الأماش محمد عشور وغلب منتخبات عريق حلمي مش عايز أنسى حد الحياة مجموعة هايلة جدا في هذا الجيل أعتقد الخشاب شريف الخشاب مجموعة هايلة جدا قدمهم خبتن محمد حشيش ومحمد حشيش طبعا وقسامة عباس مجموعة هايلة قدمها الكابتن هاني المصطفى من خلال هذا الجيل للكرة المصرية وخد مركز خامس في بطولة كأس العالم في أستراليا 81 بعد كده اشتغل مدير كرة في النادي الأهلي لسنواته كانت له بصمته وتأثيره ودرب منتخب مصر تحت بعد كده في المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي كان له مسيرة أخرى الحياة موازية إداريا رائعة جدا هو حصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من الطبقة الثانية من الرئيس الراحل أنور السادات عام 71 وخد وسام الرياضة من الطبقة الأولى أيضا من الرئيس السادات عام 76 وخد نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل مبارك عام 86 كان عضوا في اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وكان في العمل الإداري المهم جدا توليه منصب مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية لسنوات طويلة ودي لي قصة قصتها وده اللي أنا عايز أديد دولك على شخصيته كابتن هاني مصطفى رحمة الله عليه واحد إن لم يكن أسرع والأكثر رشاقة بين لعبي مصر للشغل هذا المركز واللي لازم الناس تعرفوا إن كابتن هاني بدأ جناح أيمن ولكن كابتن عبدالصالح الوحش أعتقد هو اللي نقلوه يلعب في مركز لا الستوبر هو كان جناح أيمن هو يعني أو الليبرو 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 بشكل أداق يعني هاني مصطفى لحد سنة 74 كان هو بلا منافس في منتخب مصر ولكن عندما جاء الإسماعيلي ليستعين بنجوم الكرة المصرية ومنهم الكابتن هاني مصطفى عشان يلعب معاه عند تحقق في الدور يلعب معاه بطولة أفريقيا سؤلها هاني بص كابتن هاني مصطفى طلبتك المادية إيه قاله عصمان بيه أنا مش عايز في لويس قال له مالعز إيه قال له عايز أتعين في جمعة الدول العربية في مفجأة ما كانش حد بصص عليه مين ملعين كورا عايز يروح ده سلك دبلوماسي تقريبا فده كان يديلك الأناقة اللي في شخصيته وآناقة الأحلام اللي كانت عنده والشياكة في نظرته إلى مستقبله وفضل في هذا المنصب لحد ما دهامه المرض اللعين من 3-4 سنوات كده إلى أن توفاه الله رحمة الله على هذا اللاعب اللي ما كانش لع داوة مع أي حد شخصية متصلحة مع نفسها راجل أنيق في لفظه أنيق في ملبسه كان مهتم مما ظهره بكلمته واصق في نفسه واحد من أهم أبناء جيله رحمة الله على كابتن هاني مصطفق